خيوط بيضاء ساحرة ارتبط اسمها بشهر رمضان المعظم لتزين الموائد بأشكالها المختلفة وبطريقة صمعها إنها الكنافة التي أصبحت من أكثر الحلويات شهرة في العالم العربي ولكن لا تزال الروايات الخاصة بتأريخ هذه المهنة متضاربة فبينما البعض ينسبها إلى معاوية ابن أبي سفيان ويقولون كنافة معاوية وهناك آخرون ينسبونها إلى العصر الفاطمي وزمن المعز لدين الله الفاطمي لتصبح وجبة أساسية في شهر رمضان المعظم عرفها المصريون قبل أهل الشام واكتسبت الكنافة مكانتها بين أنواع الحلوى ومن لا يأكلها في الأيام العادية يتناولها خلال شهر رمضان والكنافة من الكنف أي من الرعاية والرحمة لتزين الموائد بشكل حتمي موائد الفقراء قبل الأغنياء لتكتسب طابعا شعبيا مع مرور الزمن ولم تعد مقتصر على الملوك والأمراء وعلى موائدهم الفاخرة بل نزلت إلى الشارع لترسم الابتسامة على وجوه البسطاء وتجعل موائدهم أجمل بوجودها شغلة الكنافة يمكن من أيام الفاطمينين ومن أيام قبل الفاطمينين كمان الشغلة دي هي أساس الحلويات يعني لو بسطت بالنسبة لأفراح بالنسبة لأعياد ميلاد بالنسبة لمحلات حلوانية لا يمكن أي تشكيلة حلويات تتحط إلا فيها الكنافة إن هي أساس المهنة الكنافة الكنافة الكنافة